فيلم النهاردة فيلم المغامرة بيك جيم بس خلينا الاول متفقين ان لو عجبك الملخص هتعمل لايك وسبسكرايب عشان اكيد انت مش عامل عشان القناة لسه جديدة ومحتاج دعمكم من غير لك كتير يالا بينا احداث فيلمنا بتبتدي بولد اسمه اسكر الولد ده عايش مع ابوه وهم بينتموا لقبيلة عايشة في الجبال القبيلة دي من عادتها ان الولد طالما تم 16 سنة لازم يبقى صياد محترف واسكر قرب يتم 16 سنة ولسه لحد دلوقتي مش بيعرف يصطاد ومش بيعرف انه يمسك القوس اصلا وبنعرف ان رئيس القبيلة قرر انه ودي الغابة لوحده ومش هيرجع الا لما يصطاد حاجة قوية جدا عشان صورته لازم تتحط مع المحاربين وفعلا بنشوف اسكر راح للغابة لوحده وفي نفس الوقت بنعرف ان الطيارة الرئاسية ماشى في الجو وبيكون الرئيس ساعتها عنده مشاكل كتير مع المعارضين وبنعرف ان موريس ده الحارس الشخصي بتاعه وهنا بيقوله الرئيس اكيد انت معايا فبيرد عليه موريس وبيقوله اكيد انا هحميك من اي حاجة وبنشوف ان اسكر في نفس الوقت كان بيحاول انه اتدرب على القوس بس بيبقى باين عليه ان هو مش عارف فعلا والموضوع ده بيبقى مأثر فيك جدا وهو مش عارف يعمل ايه حرفيا وبنشوف ساعتها طيارة هليكوبتر بينزل منها اشخاص وبنعرف ساعتها ان هم عصابة خطيرة جدا قائد العصابة دي بيبقى ماسك منظر وساعتها ساعة الهليكوبتر بيسأله ايه ده وايه كل اللي معاك ده رئيس العصابة ساعتها بيقوله ان اعنا هنوقع طيارة الساعة ساعتها بيبقى خايف جدا ومرعوب وبنشوف ان رئيس العصابة بيطلب منه انه يسيب المكان ويجري بسرعة عشان هو هيماوته قريب الساعة مش بيتردد وفعلا بنشوفه بيجري بس بنتفاجئ وبنشوفه ان هم ضربوه باربي جي ومات وبيعرفوا ساعتها ان الطيارة بتاعت الرئيس مستهدفة والاجهزة فعلا بيينت ان فيه استهداف عليهم موريس على طول بياخد الرئيس وبيركبه حاجة كده شبه مركبة نجاة وفعلا الرئيس بيخش فيها وعلى طول موريس بينزله من الطيارة وبينزل بعديها الحراس بتوعه منها وبيكتشف واحد من اللي على الطيارة ان المظلات بتاعت الحراس كلها ما فتحتش وبيقول لموريس ان ولا واحد المظلة بتاعته فتحت على طول موريس بيطلع مسدسه بيموته وبنشوف ان موريس بعديها على طول بينزل من الطيارة والطيارة بتنفجر بعدها على طول وبنشوف ان اوسكار ماشي في الغابة وساعتها بيعرف ان فيه حاجة نزلة من السماء عليه على طول بيجري اوسكار وفي الوقت الاخير فعلا بنشوفه ان قد يهرب من مكان الانفجار الاستخبارات عرفت ان الطيارة بتاعت الرئيس انفجرت وعلى طول بيتأكدوا وبيعرفوا انهم ارهابيين ومورس ساعتها كان بيحاول يتصل ببقية الحراس اللي نزلوا قبله بيحاول يتطمن اذا كان فيه حد عايش ولا لأ وبيتأكد فعلا ساعتها ان كلهم ماتوا ومحدش عايش ومورس على طول بيكلم رئيس العصابة الارهابية اللي شوفناه في الاول وبيطمنوا بيقولوا ان هو الواحد اللي عايش وانهم لازم فعلا يتحركوا دلوقتي بنشوف ان اوسكار واقف وشايف مركبة الانقاذ اللي فيها الرئيس بيقرب منها اوسكار وبيتفاجئ ان فعلا فيه حد بيكتبله وبيشاورله على حاجة يعملها وبنشوف اوسكار ساعتها بيكتب الرمز اللي كتب الرئيس بيجري اوسكار لانه مقتنع ان هي كائنات فضائية الرئيس ساعتها بيطلع ومش بيلاقي اللي طلعه بينادي عليه الرئيس واسكار بيرميله وسيلة اتصال بالسهم اللي معاه اوسكار بيسأله وبيقوله انت من البشر ولا فضائي بس بيتريق عليه الرئيس وبيقوله انا بشر ومسالم وهنا بنشوف اوسكار بيطلع للرئيس ومسك الكوس معاه اوسكار بيسأله انت مين وبيرد عليه الرئيس وبيقوله انت المفروض تبقى عارف انا مين بس اوسكار بيبقى مش عارفه فعلا بيقوله انا الرئيس بس اوسكار مش بيصدقه وبيطلب منه انه يثبت له الكلام ده بيطلع ساعتها الهوية بتاعته فعلا وساعتها اوسكار بيعرف انه هو الرئيس وبيطلب منه انه بيساعده علشان هو مش هيرف يطلع من المكان ده لوحده وبنعرف ساعتها ان الاستخبارات بتحاول تعرف فين مكان صندوق المعلومات الخاص بالطيارة وبيعرفه فعلا فين مكانه وبيبدأوا انهم يتحركوا في حاجة غريبة وقعت قدام البيت بتاع اوسكار والكلب بتاعه بينبح وعلى طول بنشوف ابو اوسكار بيطلع يشوف ايه ده وبنعرف ساعتها انه هو الصندوق المعلومات الخاص بالطيارة وابو اوسكار بيتفاجئ بكل الطيارات دي مشى فوقية وبيعرفوا ساعتها انه هما مش لقيين الرئيس والصندوق بعيد جدا عن مكان تحطم الطيارة وساعتها بيبقوا حاسين ان الرئيس مات بس بيبقوا مصممين جدا انه هما يعرفوا مين السبب في كل اللي حصل ده موريس بيقدر ساعتها انه يحدد فين مكان المركبة بتاعت الانقاذ وبيقدر فعلا انه رحلها وبيكلم بقية العصابة كلها علشان تيجي بس بيعرفوا ساعتها ان الرئيس حد طلعه من المركبة اوسكار بيطمن الرئيس وبيقوله انا عارف الغابة دي حتا حتا واكيد مش هسيبه بس اوسكار بيقوله انه اقرب مكان هقدر اوديك فيه بعيد عن هنا جدا وبيطلب ساعتها منه الرئيس انه وديه الاقرب مكان بس اوسكار بيرفض وبيقول له ان في حاجة مهمة لازم اعملها الاول بيطلع اوسكار الخريطة بتاعته وبيعرف ان ابوه معلم له على مكان ان ده افضل مكان للصيد فيه وبيبدأ فعلا انه يتحرك للمكان اللي ابوه معلم له فيه في الخريطة اوسكار بيقول للرئيس اننا هنخيم هنا النهاردة بيبقى مستغرب الرئيس من كلامه وبيقول له ان دي حالة طوارئ وهنا اوسكار كان مضطر ان هو يصرح بكل حاجة بيطلع له اوسكار صورة ابوه هو شايل راس ضده وبيقول له ان ابوه اعظم صياط وهو نفسه جدا يبقى شبهه وبكرة هكمل الستاشر سنة وبعديه هبقى منبوز من القبيلة بتاعتي واسكار نفسه يبقى شبهه ابوه فعلا بيصعب عليه جدا الرئيس وبيسمعه بيقوم تاني يوم الرئيس على صوت اسكار اسكار بيقول له اننا لازم نتحرك دلوقتي عشان مفيش قدامي اي وقت اسكار بيلاقي صندوق كبير قدامه بيروح له اسكار فعلا وعلى طول بيلاقي جواه راس حيوان وعليه رساله بيلاقي اسكار ابوه جاب له راس حيوان وبيقول له عيد ميلاد سعيد بيتفاجئ الرئيس لما بيشوف ان الحراس بتوعه كلهم ميتين الرئيس ساعتها بيلاقي مورس جاي بس بيقدر انه يستخبه منه وبيعرف ساعتها انه مورس السبب في كل اللي حصل الرئيس ساعتها بيلاقي ان اسكار قاعد على جنبه زعلان جدا اسكار بيقول له ان ابويا مش بيغسق فيها بس بيحبني جاب لي راس حيوان عشان عارف ان مش هعرف اسطاد بيطمنه الرئيس وبيقول له لما هتنقذني هيبقى دا اكبر انجاز عملته القبيلة بتاعتك وبيتديله الشراء بتاعته وبيقول له لازم نتحرك دلوقتي بس بيتفاجئ ان مورس وصل للمكان اللي هم فيه وبيقطعهم في الكلام وبيقول لهم ان محدش هيمشي من هنا اسكار بيمسك الكوس وبيحاول يبعد مورس بس مورس بيقدر في ساعتها انه يبلغ بقية العصابة بتاعته ان هم لقوا الرئيس بيدرابوا اسكار بالسهم اللي معاه بس بتبقى ضربة ضعيفة جدا وبيتريق عليه ساعتها مورس الرئيس ساعتها بيطلب من اسكار انه سيبه ويجري بيمسك الرئيس سلاح وبيهدد مورس بيه وبيدرابه فعلا بس ساعتها ما بيعرفش يشغل السلاح وبنشوف ان اسكار سمع الكلام فعلا وجري وبيقدروا ساعتها الاستخبارات انهم يعرفوا مكان الرئيس بالامر الصناعي وبنشوف كمان ان العصابة بتنزل للمكان اللي فيه الرئيس وبيعرفوا ساعتها كل هوية العصابة وبيقدروا كمان انهم يحددوا مكان الرئيس كويس جدا بالامر الصناعي وبيتأكدوا فعلا ان ده عمل ارهابي والرئيس فعلا في خطر دلوقتي اسكار بيبقى بنستخبي وبيرائب الموقف من بعيد بس بنلاقي ان اسكار بيكرر انه يبقى شجاع شبه ابوه بيكرروا ساعتها انهم يحطوا جوه الصندوق ده وينقلوا من هنا بنلاقي اسكار فعلا بيجري وبينط على الصندوق بمنتهى الشجاعة وبيقدر ينسك فيه بيقدر فعلا اسكار انه يفتح الصندوق وبيستغرب الرئيس فعلا من اللي بيشوفه بيعرف موريس انه اسكار موجود على الصندوق وبيتدايق فعلا انه هو مش عارف موته دلوقتي وبيكرروا ساعتها انهم يخبطوا الصندوق في الشجر عشان يوقع اسكار بيقع فعلا وبيضرب عليه موريس بالنار بس مش بيقدر انه يصيبه وبيقدر اسكار انه يجري ويمسك الصندوق من تاني وساعتها بيقدر اسكار انه يقطع الحبلة ويقعوا من الطيارة وبينشوف انه موريس بيدرب عليهم من تاني بالنار اسكر ساعتها بيقدر انه يدخل الصندوق مع الرئيس وبيقدر ساعتها اسكر انه يزق الصندوق فعلا من على الجبل وبينجح اسكر ساعتها انه ينزل في المية بيشوفهم موريس وبيبقى مستغرب من الولد ده وزعلان انه مخلص عليه من الاول وساعتها بيوصلوا بالصندوق لمكان تحطم الطيارة بيقدر موريس والعصابة انهم يوصلوا لمكان تحطم الطيارة بهليكوبتر وبيضربوا عليهم بالنار من كل مكان بينطوا من الصندوق وبيقدروا انهم يدخلوا الطيارة وبيتفاجئوا النساء في الطيارة بينفجر وبينزل رئيس العصابة وبيجهز كومبيلا وبيحطها على الأرض موريس ساعتها بيكرر انه يسحب الحبل ويسيب رئيس العصابة في الطيارة بيتفاجئ رئيس العصابة من اللي بيحصل وبيتريق عليه الرئيس وبيقول له عشان تحس معايا نفس الإحساس بيبدأوا انهم يضربوا في بعضه وكان خلاص هيموت الرئيس بس بيقدر أسكر في الوقت الأخير انه يضربه وعلى طول بيمسك الرئيس السلاح وبيقدر انه يموته بيكرروا انهم لازم يمشوا من هنا في عرب وقت لان الطيارة فعلا هتنفجر في أي لحظة بيكرر الرئيس ساعتها انهم يعودوا على كراسي الطيار وعلى طول بنشوف الرئيس بيتكى على زرارة تشغيل انفصال الكرسي عن الطيارة وفعلا في اللحظة دي بنشوفهم طروف الجو موريس كان هيموتهم بالنار بس بنتفاجئ ان الاستخبارات قدرت توصل لهم وبيموته موريس كنبيلا اللي في الطيارة انفجرت وعملت انفجار كبير جدا وقدرت انها تقذي في البراشوت بتاعهم بعيدة عن مكان تحطم الطيارة وهنا بيعرفوا الاستخبارات ان الرئيس مات من الانفجار اللي حصلت وبيرجعوا ساعتها للقبيلة بتاعت اوسكار وبيكتفوهم كلهم علشان ياخدوهم بيتفاجئوا ان الرئيس هو اوسكار من بعيد جايين وبيعرف ساعتها ابو اوسكار ان ابنه انقذ الرئيس وبيتفاجئوا كلهم من اللي بيشوفوه بنشوف ان اوسكار تصور مع الرئيس صورة جميلة جدا وتكتب عليها البطل وبيحطوا ساعتها الصورة بتاعت اوسكار مع الشجعان اللي في القبيلة وهنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك ده اكبر ده عملينا ولو اول مرة تشوف القناة صابسكرايب عشان يجيلك كل جديد سلام